السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الخميس 2 ايار مايو القمر اليوم موجود في برج الدلو ورح ينتقل لبرج الحوت عنا خلو المسار اليوم رح يكون تقريبا من ساعات الصباح لغاية ساعات المساع وعنا ايضا تراجع بلوتو اللي رح يتراجع في برج الدلو لمدة قارب الخمس اشهر قادمة القمر الآن موجود في برج الدلو ورح يظل لغاية الساعة 6 و 51 دقيقة من مساء اليوم الخميس لا ينتقل بعدها لبرج الحوت ورح يظل في برج الحوت لغاية الساعة 48 دقيقة من مساء يوم السبت القمر الآن موجود في منزلة سعد الأخبية وهي منزلة للحماية والضرر والضفر والعقد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 24 دقيقة من صباح اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة القمر بما انه موجود في برج الدلو لغاية ساعات المساء فمعناته من ضل بنشعر انه بحاجة للتغيير احنا في هاي الفترة بيكون الروتين هو عدو هاي الفترة يجب ان نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفادة منها طبعا من نود الانضمام لنادية او مجموعة من الاصدقاء او تجربة طريقة جديدة للحياة وبيميل الاشخاص من حولنا للتصرف بشكل منطقي اكثر من التصرف العاطفي يمكن تكوين صداقات جديدة او تغيير مظهرنا او قصة شعرنا او شراء او بيع او الاهتمام بما يتعلق في مجال الالكترونيات والتكنولوجيا وتجربة اطعم جديدة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين اورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة ستة وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرينج طبعا تخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع بشكل سلبي وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بشكل سلبي بتجعلنا سريعين التأثر وعندين غريبين الاطوار وممكن نتعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي او العواطف وبتدفعنا للعلاقات العابرة اللي ممكن انها تعرضنا للفراق اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية رح تكون الساعة 9.28 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج فهذه الزاوية طبعا نحكي انه يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا ونحذر من النصابين والمحتالين لانه اليوم سهل جدا خداع اي شخص تجعلنا نرى المشاريع بحجم اكبر من حقيقتها وبنثق في وعود غير واضحة او ممكن نقبل باقتراحات غير منطقية لازم نكون متيقذين في نفقاتنا ونتجنب الافراط في الاكل اللي ممكن يعرضنا لعسر الهضم والتخمي بعد هاي الزاوية يعني الساعة 9.28 دقيقة صباحا من صباح اليوم الخميس بيبدأ عنا خلو المسار بتوقيت جرينيش طبعا ورح يستمر خلو المسار لغاية الساعة 6.51 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش هذا بيعني انه هاي الفترة المذكورة من ساعات الصباح ولغاية ساعات المساء لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بعد هذا الحدث طبعا وفي اثناء فترة خلو المسار عنا تراجع بلوتو تراجع بلوتو لكل سنة او كل عام بيتراجع مرة وتراجع عادة قرابة الخمس شهور بيستمر المرة هاي بما انه هو موجود او انتقل لبرج الدلو في بداية العام الان بدو يتراجع في برج الدلو وبعدها بدو يرجع من برج الدلو لبرج الجدي وبعدين برجع حركة امامية وبرجع من الجدي للدلو برجع وناس بقول لك اه بدو يدخل بلوتو على الدلو من اول وجديد ومنعيد نفس الكرة وشو التأثيرات بلوتو لما يدخل على الدلو وبدو ايش يسوي فينا نفس ما حسيته بالفترة الماضية ما رح يتغير شيء ماشي فخلينا بالتراجع الان بالنسبة للتراجع رح يبدأ الساعة خمسة وستة واربعين دقيقة مساء من مساء اليوم الخميس بتوقيت جرينتش ورح يستمر بعملية التراجع لغاية الساعة اتناش وسبع دقائق من بعد منتصف ليل يوم اثنين تسعة يعني نهاية يوم واحد تسعة ولكن بعدي بسبع دقائق بعود متراجع في هذا التاريخ من برج الدلو لبرج الجدي وبيستمر في التراجع لغاية يوم اتناش عشرة تمام الساعة اتناش واثنين وثلاثين دقيقة بعد منتصف الليل اي اجمالي مدة التراجع رح تكون من اثنين خمسة لغاية اتناش عشرة على مرحلتين المرحلة الاولى هي من اثنين خمسة لاثنين تسعة في الدلو ومن اثنين تسعة لاثناش عشرة في برج الجدي فترة التراجع زي ما حكينا انها دائما بتكون هي خمس شهور المرة هي تقريبا خمس شهور وعشر ايام اذا حسبنا الاشهر على حساب ثابت ولكن ممكن تزيد يوم تنقص يوم يعني الناس زي الشطرين برياضيات ممكن يحسبوها يقولك لا ما فيه اشهر تلاتين واحد تلاتين مش عارف ايش هيك عشان هيك يقسم تلك وياه بمراحل انه لغاية اتناش عشرة فترة التراجع كوكب بلوتو هاي فترة ما اعملت حلقة كاملة وتأثيراتها على جميع الابراج لانه قلنا انه الكواكب البطيئة جدا تأثيراتها بطيئة جدا فما منشعر بتأثيراتها الا بعد مرور الوقت فعشان هيك ما بينفع اجعلك احذر من كذا وهو اساسا لسا ما بلش يعطي تأثيرات يعني هو دخل للدلو يمكن الان تبلش انت تشعر بداية دخوله وهي بدأ يتراجع فما بخلص تراجعه بتبلش انت يا دوب تفهم اساسا ايش اللي بعمله فعملية التأثير الاجمالية هي اللي بدأت المهمة وهي اللي بدك تنتبه لها اكتر اللي ايش انه هذا الكوكب بتحكم بالغيبيات بالمورائيات بالمخفيات وهو كوكب مسيطر جدا على التطرف وعلى الجنس هاي اهم شغلتين التطرف والجنس فعشان هيك علينا اننا نتوقع تصرفات يعني عنيفة جدا ومتطرفة جدا وعنيدة جدا من الاشخاص اللي بنتعامل معهم وهذا شيء برضو بيشملنا احنا طريق التعامل مع الغير فعشان هيك في هاي الفترة ما عنا حل وسط بطريقة التعامل يا اما منكره انسان معين وبزيد كرهنا لالو اكثر فاكثر يا اما منحب انسان وبزيد حبنا لالو اكثر فاكثر فلا الحب هي اقل فعشان هيك الكره اللي رح يكون طاغي بما انها عملية التراجع الكره والحقد والعصبية والتحريضات وإلى ما لا نهاية بحاول البعض منه انه يفرض رأيه بالقوة على الغير يعني بقصبة انك بدك ترد علي وانا كلامي صح وانا المنطقي وهو بكون اساسا ما في منطقه ولا في صحة في هذائية نوع من انواع التزمت في الرأي فهذه النقطة ايضا بتكتبه منها وفي هاي الفترة ايضا بتكثر الحوادث اللي تتعلق بالعنف الجنسي حوادث العنف الجنسي والاغتصاب والتحرش والاعتداءات وما يتعلق بهاي الامور بكل الطبقات بكل الاشياء بما انه بلوتو برضو هو الو علاقة بالعنف الو علاقة بالشيء الدامي او الشيء العنيف وبتراجع هو بالدلو بالبداية فنتوقع امور الها علاقة بالتكنولوجيا او خروج شركات من تكنولوجية من السوق او انتاج مثلا اختراع او اكتشاف ويكون في اعطال كثيرة فعشان هيك ايضا محاولوا انكوا تكونوا مش متسرعين في الاشخاص اللي بيواكبوا الموضة انه يركب نزل شيء جديد نروح نشتريه اتمهل لحديث ما تكتشف كل الاخطاء اللي موجودة فيه هل بناسبك ام القديم بناسبك اكثر الساعة ستة وخمسة عشر ستة وواحد وخمسين دقيقة مساء القمر خلاص بنتقله بيستقر في برج الحوت بيلعب الجانب الروحي في حياتنا من ساعات المساء دور مهم جدا منشعر بعدم القدرة على التركيز على موضوع معين منشكو منكشف عن مشاكلنا للاخرين ومنجد صعوبة في اتخاذ قرارات البعض ممكن انه يتهرب من المسئولية او من المواجهة والالتزام في بعض الامور كثير من الخاسرين والفاشلين اللي بيعانوا من مشاكل في الحب بيديروا ظهورهم وبيضرفوا الدموع بالاضافة الى ذلك بيتغيب عدد كبير من العمال في العمل بسبب المرض او التهرب من العمل بسبب الملل او الاحباط او عدم الرغبة في العمل في هذا الوقت ممكن بعض الاشخاص يبدأوا علاقة حب جديدة يمكن التأمل والصلاة والمشاركة في الاعمال الفنية مثل الشعر والرسم والتصوير وزيارة المرضى او شراء كاميرا او معدات فنية او البدء بعمل فني بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية وما لازم ان نعمل عمليات جراحية لالها خلال هذا اليوم طبعا اليوم بما انه في خلوم مسار في ساعات النهار بتوقيت الشرق الاوسط او الوطن العربي فما بنصح بالعمليات الجراحية اليوم الا اذا كانت اضطرارية ولكن اللي بكون عندهم انتهاء خلوم مسار فطبعا من الان وحتى ساعات المساء عندنا الاعضاء الاكثر حساسية بطة الساق الكاحل الساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية اما من ساعات المساء وما بعد بصير عندنا القدمان اصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية الاندروفين وهو هرمون مسكن للالام والميلاتونين وهو الهرمون المساعد على النوم هاي الهرمونين بصير فيهم بعض الاضطراب عشان هيك بنشعر بالالام اكثر من المعتاد في هذا اليوم نحتاج لمسكنات اكثر وايضا بصير عندنا ارق او قلق او قل في النوم او كوابيس او احلام او اضغاث احلام فعشان هيك بصير في خربطة لانه كل التركيز رح يكون على الهرمونين هدول بشكل اكبر بالنسبة لهذا اليوم طبعا زي ما حكينا ما بنصح بالعمليات الجراحية الا اذا كانت اضطرارية ولكن الاعضاء اللي ذكرناها ما بنصح نهائيا بالنسبة للجراحة ايضا عمليات التجميل بما نقلغ المسار معناته ما نبادر في هذا الامر الا يعني للضرورة والتجميل مش من الضرورة القسوة يعني بالامكان تأجيلها يصلح لازلة الشعر الزائد بالطرق التقليدية ولكن بالليزر الاشخاص اللي بنتظروا نتائج لا ابطاء المبات الشعر ما بنصح فيها اليوم يصلح لقص الشعر التجميني العادي يصلح لعملية الصبغ او الحنة ولكن الصبغ ما رح يتكون النتائج مرجوة مثل ما انتو بتتوقعوه ولا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما انه رح ينتقل لبرج الحوت خلوه المسار القادم بيبدأ الساعة سبعة وخمس دقائق من مساء يوم السبت وبيستمر حتى تمام الساعة ثمانية واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينج بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال طبعا اليوم عمره اربع وعشرين يوم طيلة اليوم نسبة الاضاء اربع وثلاثين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم عشرين خمسة سعيد بنسبة سبعين في المية الان ساعة الصباح سعيد بنسبة ثلاثين في المية القمر في الدلو رح ينتقل للحوت ورح يظل في الحوت ليوم اربعة خمسة منتحس بنسبة خمس وعشرين في المية الان ساعة الصباح منتحس بنسبة اربعين في المية اما في ساعات العصر منتحس بنسبة خمس وعشرين في المية ساعات المساء سعيد بنسبة 5% عطارد في الحمل حتى يوم 15-5 سعيد بنسبة 15% الزهرة في الثور حتى يوم 23-5 سعيد بنسبة 15% المريغ في الحمل حتى يوم 9-6 منتحس بنسبة 25% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 30% وأورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% ونبتون في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو بيتراجع حتى يوم 2-9 بعدها بدي يتراجع للجدي سعيد الآن بنسبة 15% أما في ساعات العصر منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتنشطوا بين الأصدقاء من الآن ولغاية ساعة المساء طبعا هي فترة اجتماعية منكم أشخاص ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أو ترتاحوا لجانب الأصدقاء أو الزملاء ولكن بتحاولوا تصحيح العلاقات المتردية وما تفرضوا سلطتكم على أحباكم أو أصدقاكم من ساعة المساء طبعا القمر خلاص رح يوصل لبيت المتاعب فهنا بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم وحاذروا من مزاجكم وعصبيتكم وكلامكم أثناء التعامل مع الغير برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل من الآن وحتى ساعات المساء وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وبتضل فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل زي تقديم طلبات أو مقابلات واللي بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم حاولوا أنك تحاضروا لعملكم بشكل جيد وما ترتجل المواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم أما في ساعات المساء بتلتقوا الأصدقاء ولكن بتكوا تحاضروا من الدخول في مناقشات أو جدال مع الأصدقاء إنه ممكن تتطور للأسوأ برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة وبتشعروا برغبتكم في التفاهم مع أحباءكم واللي بدو يتقدم لإمتحان أو مقابل بدو يستعد بشكل جيد أما في ساعات المساء بتكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وبتنجحوا بالمحافظة على مصالحكم الإجتماعية ولكن بدكوا تحاذروا من الاندفاع أو التهور برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان من الآن وحتى ساعات المساء بتظل في تركيز على الأموال المشتركة والفرصة بتظل متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أو قرض أو تتفحصوا حساب مشترك ولكن متنعوا عن أي خطوة مالية جديدة وانتبهوا من النصابين والمحتالين أما من ساعات المساء بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات وانتبهوا أثناء تنقلاتكم من أتفقدوا أوراقكم وأمتعاتكم أو عليكم عدم التسرع أثناء القيادة والتنقلات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم لغاية ساعات المساء وبظل الوقت مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أم مش أنه ما تخلف القوانين وتمالكوا عصابكم المتوترة أما في ساعات المساء بتنهمكم في عادة تنظيم أموركم المالية المشتركة ما في داعي للمجازفات أو الإهمال في العمل أما أنه ممكن تتعرض لبعض المشاكل في العمل أو بعض المساءلات برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً بتكونوا تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وحاولوا أنكم ما تبادروا لعمل جديد بيبدأ العمل بالتراكم لديكم عشان هيك إنجز الأعمال المهمة والضرورية وما تراكم الأعمال وما تهمل صحتك أما في ساعات المساء بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكونوا تحذروا من النزاعات مع الشريك في العاطفة أو المنزل أو العمل عشان ما تكبر المشاكل ضبط الأعصاب مطلوب برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتظل العاطفة قوية عندكم بتميلوا للتقارب مع أحباكم لغاية ساعات المساء وبرضو ممكن يتجاوبوا معكم مناسبة لممارسة نشاط فني ممكن تفرح لإنفراج بحدث معين أو فرحة معينة ولكن بدك تحاذر من فرض العصفية أو فرض الرأي حاذر من التعب الصحي أو الجسد اللي ممكن يمنعك من أداء واجباتك اليومية كما يجب في ساعات المساء ممكن تظهر بعض المسائل العائلية أو الشخصية الطارية أو ممكن أنك تشعر ببعض التوتر برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب تجنبوا اليوم إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم لغاية ساعات المساء ممكن تنهمكم في ضبط مصالحكم البيتية والعائلية لغاية ساعات المساء التركيز بظل على هاي المساء البيت عائلة أحداث عائلية أعطال أشياء من هذا القبيل أما من ساعات المساء وما بعد بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم بيغلب عليكم شوية طبع العنف أو العصبية وخاصة مع الحبيب أو الأولاد أو مع المحيطين فيك العائلة مثلا فعليك الحذر قدر الإمكان برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس اللي بده يتقدم لامتحان بده يركز بشكل جيد من الآن غاية ساعات المساء يعني فيه خلوم مسار فبده تركيز وأضبط عصبيتك قدر الإمكان اليوم اتحرك بكل الاتجاهات ولكن انتبه أثناء القيادة وأثناء التحرك ممكن تقوم باتصالات واسعة وتكثر عندك الاتصالات والتنقلات أما في ساعات المساء بتفضل الأجواء البيتية والعائلية ولكن حاول أنك ما تفتعل أي خلاف في المنزل أو مع أحد أفراد العائلة لأنه مزاجك حاد ومتقلب أيضا برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا من الآن وحتى ساعات المساء تكنتبه من النصابين والمحتالين هذا أول أمر واتجنبوا أنك تدخلوا بأي مغامرات مالية واتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة يخففوا من النفقات هذه فترة حذرة ماليا ومعنويا فحاول أنك ما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة أما في ساعات المساء بتكثر عندك الاتصالات والتنقلات وبتكون عدواني وهذا بسبب مزاجك في نوع من أنواع الخلاف أو سوء التفاهم عندك فانتبه عليك الحذر أثناء التنقلات قدر الإمكان ولكنها فترة جيدة بالنسبة لإلك أو بداية مرحلة جديدة ولكن اترك القمر يستقر بشكل جيد وبعدين بتشوف برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا أنتم نشطون حاولوا أنكم ما تبادروا بعمل جديد حاولوا أنكم تواصلوا ما بدأتم فيه من عامل من قبل ما تضخم الأمور حاول السيطرة على مزاجك لغاية ساعة المساء لأن القمر لسه ما أعطى القوة المطلوبة بالنسبة له له فترة خلو المسار بتقلب المزاج بشكل كبير أما في ساعات المساء هنا بتنهمكوا في ضب ميزانيتكم من المحتمل أنك تعاني من بعض المشاكل أو النزاعات مع رفيقك أو رئيسك في العمل أو الزوج لأسباب بتعود للأمور المالية وتجنب التبذير أيضا اتجنب النصابين والمحتالين قدر الإمكان برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا بيظل التعب مسيطر عليكم لغاية ساعات المساء وبتكونوا أكثر واقعية حاول أنك تأجل الأمور لغاية ما يوصل القمر اللي عندك ما بتميل لتضخيم الصعوبات فعشان هيك حاول أنك ما تسمع الأشخاص المحقين فيك شكواك لأنه ممكن أنه يتجنبوك أو يمتعدوا من الكلام اتجنب اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة أيضا أما في ساعات المساء بتبدأوا فترة أفضل بتعيدلكم نشاطكم المفقود وبيكون مزاجكم استقر شيئا ما ولكن بتكونوا قليلين الصبر وهذا ممكن سبب لكم بعض النزاعات مع محيطكم هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء